اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من النفط والطاقة انا ميساء القلة وفي ابرز عناوينها نتابع اوبيك والمنتجون المستقلون يتفقون على زيادة الانتاج لمواجهة نقص المعروض المفوضية الاوروبية تفتح تحقيقا في حرية تدفق الغاز القطري لاوروبا اليابان تستعد لايقاف استيراد النفط الايراني تنفيذا للعقوبات الامريكية اتفق اعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجون مستقلون على تخفيض نسبة الامتفال للتخفيضات النفطية بطريقة شاملة لجميع المنتجين الامر الذي يعني زيادة الانتاج الاسمي بنحو مليون برميل يوميا فكيف سيؤثر ذلك على المعروض والنقص العالمي من النفط هذا الاجتماع الذي عقدته اوبيك في فيينا كان يجتمع فيه 14 عضوا من الدول الاعضاء و10 غير الاعضاء كان امامه العديد من التحديات لاقناع معظم الاعضاء بعملية زيادة الانتاج بعد فترة طالت وثمانية اشهر من الاتفاق التاريخي بعملية خفض الانتاج في هذا الاجتماع ابرز ما بدر من المجتمعين فيه كان قرار نسبة الامتثال التي تم تخفيضها من 147% الى نسبة المئة في المئة وكذلك زيادة الانتاج كما اعلنت المملكة العربية السعودية الى حدود المليون برميل يوميا وهو ما سيزيد المعروض بنسبة واحد في المئة على المستوى العالمي وايضا القرار التاريخي بتشكيل لجنة مراقبة وزارية تديرها المملكة العربية السعودية لكن اذا ما تبعنا ايضا اختلاف الارقام التي اعلنت في اجتماع اوبيك حول زيادة الانتاج كما اعلنت السعودية الرقم هو مليون برميل لكن رأت سلطنة عمان بان عملية الرفع الانتاج ستكون بحدود الستمائة الى سبعمائة الف برميل يوميا بينما العراق اشار الى سبعمائة الى ثمانمائة الف برميل يوميا وايران اشارت الى خمسمائة الف برميل يوميا هذا الى جانب ان الازمة في كل من فنزويلا وليبيا وانجولا كانت كلفت طبعا اسواق النفط تراجعات بحدود الاثنين مليون وثمانمائة الف برميل يوميا من المعروض العالمي لكن اوبك بطبيعة الحال تريد من انتاجها عدة عوامل لزيادة الانتاج هذه المرة حسب اللجنة الفنية للمنظمة فان الطلب سيرتفع في النصف الثاني وكنا رأينا طبعا هذه التوقعات قد تصل الى حدود المائة مليون ومائتين وخمسين الف برميل بالربع الرابع مقارنة بما تحقق بالربع الثالث من تسعة وتسعين مليون واربعمائة وعشرين الف برميل والربع الثاني كان عند ثمانية وتسعين مليون وسبعين الف برميل بينما الربع الاول كان سبعة وتسعين مليون وستمائة وعشرة الاف برميل توقعات أن تتساوى عملية العرض والطلب من النفط العالمي أيضا وتوقعات إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبيك تشير إلى أن الربع الرابع بهذا الإنتاج سيصل إلى حدود 66 مليون و800 ألف برميل ب2018 مقارنة بالربع الثالث الذي كان عن 66 مليون و200 ألف برميل وبالربع الثاني عن 65 مليون و740 ألف برميل وكان بالربع الأول عن 65 مليون و650 ألف برميل حاليا مستويات الإنتاج الحالية بالنسبة لأوبيك تصل إلى حدود 32 مليون و70 ألف برميل يوميا لكن إذا ما قررنا طبعا إنتاج أوبيك الحالي الذي يصل إلى 32 مليون برميل حاليا وأضفنا عليه الواحد مليون برميل وهي الزيادة التي تم والإعلان عنها في اجتماع أوبيك الأخير وإنتاج الدول من خارج أوبيك 66 مليون و800 ألف برميل هنا سيكون لدينا إنتاج عالمي يصل إلى 99 مليون و800 ألف برميل يوميا وهو ما يعني مواجهة الطلب العالمي من النفط خلال الأعوام القادمة لكن ما زال هناك عوامل قد تؤثر على أسعار النفط رغم هذا الاتفاق بعملية الزيادة أولها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ونحن نعلم بأن الولايات المتحدة تورد للصين قرابة 14 مليون برميل شهريا لكن الآخرة والصين بما قامت به من تهديدات بفرض بعض الرسوم على النفط الأمريكي قد يؤدي إلى التأثير على هذه الواردات الأمريكية وقد تلجأ الصين أيضا إلى دول أخرى كمورد لها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية التراجعات التي بدأنا نشهدها أيضا بمخزونات النفط الأمريكية والتي وصلت إلى 434 مليون وتسعمائة ألف برميل قد يكون لها عامل أساسي بدعم الأسعار خلال الفترة القادمة هناك العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى تراجع العرض الإيراني بحدود 500 ألف برميل خلال عام 2018 ولا ننسى أزمة فانزويلا والعقوبات المفروضة عليها التي أوصلت إنتاجها لأدنى مستويات تقريبا منذ عشر سنوات فانزويلا حاليا للإنتاج يصل إلى مليون وخمسمائة ألف برميل يوميا التطورات الأخيرة في أسواق النفط وأيضا بعد هذا الاجتماع دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصرح مباشرة بعد الاجتماع بتغريدة على تويتر ذاكرا وذكر بأنه يأمل أن تزيد أوبيك الإنتاج بشكل فعال ونحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة طبعا هذا لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لكن جاءه الرد مباشرة من وزير الطاقة الروسي نوفاك وذكر بأننا نأخذ قرارات المعروض النفطي بناء على تحليلات السوق وليس على تغريدات الرئيس الأمريكي للحديث أكثر حول نتائج اجتماع أطبك الأخير ينضم إلينا في الستوديو سيد بيتر ماكيغوير الرئيس التنفيذي لموقع XM.com أهلا بك معنا سيد بيتر وشكرا على وجودك دعنا نبدأ بهذا الاتفاق الذي كان يواجهه العديد من التحديات وتحديدا أمام روسيا والمملكة العربية السعودية بإقناع الدول بعملية عودة زيادة الإنتاج كيف يمكن أن نقيم ما خرج به الاجتماع والاتفاق على عملية الزيادة من جديد؟ مساء الخير دعوني أقول أمرين سريعين من الملفت أن نرى الإطار الذي تبعه الروس والسعوديون وكيف طبقوه مع أوبيك هناك لجنة وزارية مشتركة تعمل بحلول الاجتماع الجزائر في سبتمبر أيلول لا نعلم كيف ستصير الأمور لكن طرح 600 ألف برميل قد يصبح رقم مليون برميل ويبدو أن هذا هو الإطار الذي تتطلع إليه الأسواق وتستوعبه نعم ولكن بالفعل هذا الملفت لأن التصريحات التي شهدناها من المملكة العربية السعودية قبل بدء هذا الإنتاج كانت تشير إلى مليون أو مليون ونصف من عملية الزيادة قد تأتي من الدول بأوبيك أو حتى من خارج أوبيك الآن بدأت تتفاوت هذه الأرقام ما بين 600 إلى المليون هل الرقم المعلن حتى الآن من قبل السعودية والتي أكدت ربما أنه سيكون بحدود المليون برميل كافي لتعويض أي غياب للمعروض سواء من فنزويلا أو حتى من إيران أو حتى ربما من نيجيريا وليبيا في حال حدوث أي أزمات لهذه الآبار المتعلقة بهذه الدول هذا أمر مجهول وهو تحدي كبير والأسواق لا تدركه هناك قضايا فنزويلا هناك قضية إيران هناك توترات الجيوسياسية في ليبيا ونيجيريا وهذه الانقطاعات في الإمداد يمكن أن تؤثر على الأسعار وعلى الإنتاج وبتالي التحركات المستقبلية قد يضاف 600 ألف أو مليون أو مليون ونصف مليون برميل هذا أمر غير واضح وهناك أيضا موضوع الرئيس ترامب والحروب التجارية مع الصين هناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها بالحسبان أيضا لكن كيف يمكن أن نرى موقف إيران البعض كان يتوقع أن يكون هناك تعنت ربما من إيران وقدرة المملكة العربية السعودية وأيضا ربما من روسيا على إقناع إيران بعملية خفض الإنتاج بحكم أيضا الخلفية السياسية التي تحكم هذا الترابط الآن ما بين هذه الدول كيف رأيت ردة الفعل وإقناع إيران بعملية زيادة الإنتاج من جديد إلى أي مدى سيكون بمصلحتها عودة الإنتاج وفسح المجال رغم العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة بطبيعة الحال هذا سيكون واحدا نهم التحديات إقصادية لإيران فقبل ثلاث سنوات رفعات العقوبات والآن وبسبب الوضع السياسي يدو أن عقوبات جديدة ستفرض من أمريكا ما تأثير ذلك على السوق المحلية والاقتصاد أعتقد أن التأثير سيكون سلبيا جدا وبالتالي الإيرانيون مثل الفنزويليين يريدون أسعار أعلى لا أعلم إذا كان هذا الأمر سيتحقق أم لا كما كان هناك دولار قوي في الأشهر الثلاثة والأربعة الماضية وهذه عوامل تؤثر على إيران على المدى البعيد إذن نحن أمام حالة من عدم اليقين من نسبة إيران وهناك مخاوف وتأثير هذا الأمر سيكون مثيرا للاهتمام في الربع الثالث والرابع من 2018 سيد بيتر ماكيغوير وأنت الرئيس التنفيذي لموقع XM.com Australia شكرا على وجودك معنا اليوم هذا وتبحث لجنة مراقبة تضم دولا من أوبيك وخارجها كيفية توزيع زيادات إنتاج النفط بين الدول المنتجة وذلك بحسب ما ذكره وزير النفط الكويتي بخيت الرشيد الذي أشار إلى أن آلية توزيع حصص الإنتاج ستترك لاحقا للجنة مراقبة السوق بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة أشار الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن سوق النفط تعتبر متينة وأن توقعات الطلب لعام 2019 قوية أيضا كاشفنا أن فائد الطاقة الإنتاجية للشركة يبلغ مليوني برميل يوميا ويتم حاليا إنتاج عشرة ملايين برميل يوميا ويمكن إنتاج 12 مليون برميل يوميا مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائدة الكبيرة ستلبي الطلب الإضافي على النفط في حالة تعطل الإمدادات ومن جهة يأكد أن الشركة تعمل على تعزيز الشراكة في الصين مع سينوبيك لافتا إلى أن أرامكو تورد أكثر من مليون برميل يوميا إلى بكين كما وكشف الرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية عن قرب الانتهاء من تحديد الحصة المباعة لأدنك في مصفات الهند على الساحل الغربي وفي ذات السياق توقع وزير النفط الهندي بدء الإنتاج من المصفات بحلول عام 2022 مضيفا أن استثمار أرامكو وأدنك في المصفات بقيمة 44 مليار دولار هو الأعلى في قطاع التكرير الهندي بعد الفاصل في النفط والطاقة سنتعرف على الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق في صادرات الغاز القطري لأوروبا أهلا بكم من جديد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وقالت المفوضية أنها تنظر في بنود عقود تمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى أو تحد منه وأوضحت المفوضية أن قطر للبترول هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأكبر مصدر له إلى أوروبا حول هذا التحقيق ينضم إلينا من لندن أي سيد جول هانكونغ محلل شؤون النفط والطاقة في ناتكسيس أهلا بك معنا سيد جول وشكرا على وجودك هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها المفوضية الأوروبية بهذا التحقيق حول واردات الغاز إلى أوروبا لكن هذه المرة ربما التحقيق باتجاه قطر جاء بعد أن زعمت اليابان وأبدت معارضتها على بعض القيود لجهة الوصول في عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وحرية التدفق منه من جهات مختلفة برأيك كيف سيكون رد المفوضية الأوروبية على هذه الاتهامات التي جاءت من اليابان وما هو المرتق باتجاه عقود قطر السؤال الكبير والنقاش الكبير هو أن المفوضية الأوروبية تريد تشجيع التدفق الحر للغاز في أوروبا وسوق الغاز الطبيعي وبالتالي اتفاقية الإمداد الحالية من قطر البترول مع المشترين الأوروبيين تشير إلى أنه في الغالبية هناك قيود على الوجهة ومن وجهة نظر المفوضية الأوروبية هذا الأمر لا يشكل سوق حر للغاز فإذا كانت الأسعار أعلى في أحد الموانئ فلا يمكن تحويلها وهذا الأمر يمنع السوق نعمل بإقفاءة وهذا ما لا تريد المفوضية الأوروبية كانت هناك تقارير تشير إلى أن اليابانيين والمفوضية الأوروبية كان في محادثات وعلى الأغلب أنه ما توصل إلى هذا الأمر معا طبعا كانت هناك عمليات تحكيم تمت مع غاز بروم واستغرق تلك التحقيقات سبع إلى ثماني سنوات وبرأينا على الأرجح بأن العقود سيتم إعادة التفاوض عليها لإزالة البند المتعلق بالقيود على الوجهة في هذه العقود نعم وهذا السؤال سيتقول يعني لماذا عندما أبرمت هذه العقود مع قطر في البداية لم يتم الانتباه إليها من قبل المفوضية الأوروبية هل هي متعلقة بكل دولة على حدة تعقد أو تبرم عقودها مع قطر لواردات الغاز إليها أم هو عقود شاملة يجب الاطلاع عليها من قبل المفوضية الأوروبية أولا بالوقت الحاضر ليست هناك قيود على الوجهة بالنسبة للغاز في الميناء وإنما طبيعة الغاز الطبيعي المسال هو أنه من غير الكفو نقله إلى ميناء ونقله إلى ميناء آخر صحيح أنه ليست هناك قيود على الوجهة لكن عندما يصل الغاز إلى الميناء لكن القيود على الموانئ التي ينقل إليها تعني أن هناك قيود فعلية على الوجهة وربما المفوضية الأوروبية لم تكن قد توقعت ذلك أو ربما أساءت تفسير طبيعة الغاز الصبيعي المسال الذي يصعب نقله من ميناء إلى ميناء بعد أن يقلل المرة الأولى وبالتالي تحرير سوق الطاقة الأوروبية وتحديدا سوق الغاز هذا أمر حديث نسبيا ولا تزال هناك عوائق تنظيمية يجب تغلب عليها رأينا الأمر مع غاز بروم وحاليا هناك انتقال إلى الهدف المعقول التالي وبعد الانتهاء من عملية التحكيم هذه نتوقع إزالة الفقرات المتعلقة بالقيود على الوجهة نعم بما أنك تتحدث عن غاز بروم الروسية استمر سبع سنوات هذا التحقيق يعني سيد جولوة في النهاية لم تفرض عليها غرامة إنما ربما أجبرت غاز بروم على تعديل هيكل الأسعار هل يمكن أن يأخذ التحقيق مع قطر أيضا على نفس السنوات أم تجربة غاز بروم كانت نموذج يمكن أن يحتذى به بهذا التحقيق الآن نعتقد أنه سيكون هناك تجنب للغرامة أما بالنسبة للغرامة المفروضة في السقم 10 إلى 5% على إراداتها العالمية هذا رقم كبير ونعتقد أنهم سيفضلون مسار المفاوضات عوضا عن تعرض لغرامة وبتالي درس غاز بروم يمكن أن يطبق على القضية الحالية التي تواجهها قطر للبترول نعم لكن بالمقابل هل يمكن أن يؤثر ذلك على أي تعديلات بالعقود الخاصة لقطر مع أوروبا بمعنى هل يمكن أن نرى أبعاد أخرى بتقليل حصة واردات قطر إلى أوروبا إذا ما ثبت ذلك التحقيق بأن عقودها قد تنتهك ربما عمليات التسعير نعتقد أنه سيكون هناك تفاوض جديد على العقود بالنسبة للصادرات القطرية وبحجومها المطلقة هناك اختلاف الأرقام إلى آسيا وأوروبا بحسب الأسعار السعيدة في كل سوق لكن حاليا لا نعتقد بأنه سيكون هناك أي تفعيل للظروف القاهرة فيما يخص الصادرات القطرية إلى أوروبا وأنما ستستمر الأمور على ما هي عليه حتى يكون هناك شكوى رسمية من المفاوضية الأوروبية ضد قطر للبترول وبالتالي التأثير الحالي سيكون محدودا والتحقيقات ستأخذ وقتها لتصل إلى نتيجتها النيائية والمفاوضية الأوروبية ستتخذ لإجراءات وقتها لكن في الوقت الحاضر نتوقع الأمور أن تصير كما هي وسيستمر تدفق الغاز القطري إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الأسيوية بالأسعار المتفق عليها نعم قطر كانت وفرت 43% من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا خلال العام الماضي الآن يبدو بأن المنافسة أيضا على هذه الأسواق ما زالت مستمرة سيد جول من قبل أستراليا هذه المرة التي بدأت أيضا بمشاريع ضخمة في مجال الغاز المسال هل يمكن أن تتراجع قطر عن قائمة أكبر مصدر للغاز في العالم بعد هذه المشروعات التي تبنيها أستراليا وأيضا دخول الولايات المتحدة على الخط المنافس للأسواق الأوروبية أعتقد أن الولايات المتحدة هي المنافس الأسيسي للغاز الطبيعي المسال الوارد من قطر الأسعار المحلية في أمريكا رخيصة بسبب توفر الغاز المسال بالتالي أمريكا هي المنافس الأساسي أما المشاريع الأسترالية فستكون منافسة في أستراليا أو في آسيا بسبب قرب المسافة الجغرافية وبالتالي لا نعتقد أن أو بالأحرى الغاز الأسترالي سينافس الغاز القطري في آسيا لكن حاليا من الجيد بالنسبة للمستالكين أن يكون هناك فائد في المعروض من المزودين والتنوع في المزودين وتحديدا بالنسبة لقطر البترول هناك منافسون في الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية وبالتالي مع وجود هذه المنافسة ومع وجود هذا التحقيق من المفضل الأوروبية أعتقد أنه سينا يتم في نهاية التوصل إلى تسوية سيد جول هانكونغ محلل شؤون النفطي والطاقة في ناتكسيس كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك أعلنت مصادر حكومية هندية أنها تتطلع إلى إنعاش ألية للتجارة باستعمال ربية لتسوية جزء من مدفوعاتها النفطية لإيران خشية اختناق قنوات السداد لطهران تحت ضغط العقوبات الأمريكية وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أوائل مايو أيار أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وتفرد عقوبات اقتصادية من جديد عليها وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذ بعد مهلة تمتد تسعين يوما حتى السادس من أغسطس آب بينما ستدخل العقوبات المتبقية حيز التنفيذ بعد مئة وثمانين يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني قال رئيس جماعية البترول اليابانية أن شركات تكرير النفط المحلية قد تضطروا إلى التوقف عن تحميل النفط الخام الإيراني اعتبارا من الأول من أكتوبر إذا لم تحصل الحكومة اليابانية على إعفاء من العقوبات الأمريكية يسمح باستمرار تلك الواردات ومضيفا أنه من المحتمل أن يضطر المشترون اليابانيون للنفط الإيراني إلى تقديم آخر طلبياتهم لشراء الخام من إيران في أغسطس آب للتحميل في سبتمبر أيلول إذا لم يتسن استمرار المدفوعات بعد مهلة المئة وثمانين يوما والتي تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بهذه الجولة مشاهدين نأتي إلى نهاية حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا cnbc.com ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة